دلوقتي فيه نجوم كتير في جيل مختلف صلع وظهر فيه منهم اللي شاطر في التمثيل أو موهوب في التمثيل وفيه منهم لأة ولكن موجودة على الساحة وفارد نفسه مين اللي انت شايفاه من وجهة نظرك موهوبة ومش واغدة حقها ومين اللي انت شايفاه ملهاش أي علاقة بالموهبة وواغدة بطولات لأ أنا أكيد مش هقول بعد كده خالص بس أنا ممكن أقول حاجة تانية لأ أنا بجيب ساعات أنت ممكن تقولي بس أنت في الأول أنت قلتيل أنا جمهور وأنا من حاجة يقول رأي بس أنا هقول حاجة تانية خالص مش اللي بيشتغل بقى دلوقتي لأ أنا ساعات بجيب ورقة وقلم واكتب على زمايلي اللي مش بيشتغلوا مين زي مين والله كتير مين منهم والله يعني فيه بنات خارجين معهد مش بيشتغلوا وفيه ناس مش خارجة معهد موهوبة ما بتشتغلش يعني بطلت تشتغل مع هؤل فنان فأقول لحضرتك أنا لو ما كنتش معاهم دلوقتي ومحقق النجاحات اللي لسه أنا تقريبا بشتغل هاي سيزن وديت سيزن هاي سيزن يعني لو حكاية الخمس حلقات أيه ما دي حاجة تزعل أه طبعا أيه طب ما دي حاجة تزعل إذا كان أنا وتعامل فيه كده أمو الزمالية يتعامل إيه أنت بتحسيش فيه حد واخد مكانك مكاني أنا لا والله لا فيه مين قوليلي مكاني لا أنا معرفش والله أبدا أنا بسألك أنت بتشوفيش أن فيه أدوار تقولي ياريتني أنا مثلا كنت في الدور ده ياريتني أنا لو كنت أدوار ده بتعملوك شكل مختلف لا والله لا لأ لأ إني أنا محدث يعني في مكاني أنت بسوطة ورادية بالمكانة اللي أنت بيا جدا ببتطمحيش للأعلى رغم أن أنت تستهل الأعلى ده بيحتموا البيع والمنتج مش أكتر لكن أنت لما بتيجي تقولي بطل مين يقف قدام البطل يشيل أكيد بكون أنا طيب أنت كان اللي أنا عارفا أنت ترشحتي لفيلم حلاوة روح مظبوط كده حلاوة روح طبعا بطولة الفنانة الجميلة هايفا وحب ويمكن الفيلم ده كان عليه جدل كبير جدا والمشاهد ويتشال ويتحط في دور العرض وكذا وكذا وإنتي فجأة انسحبتي من الدور هو الفيلم ده كان إنتاج محمد السوفي وكان إخراج المخرج سامر حبد العزيز إيه اللي خلاك انسحبتي من الدور على الرغم من أنه يعني مسمع جدا والدعاية ليه كبيرة جدا من قبل ما يتعرض ليه انسحبتي من حلاوة روح أنا مضيت بعد خطوط حمرة وزيت وكذا النساء مضيت الفيلم ده طبعا يعني مش عايزة أقولك بقى فرصة عمري وفرحة قلبي بالظبط وما كانش الدور اللي زي موجود دلوقتي في الفيلم هو كانت سماح بصي أنا فاكرة الاسم كويس جدا كانت سماح دي البنت الوحيدة اللي في الحارة كويسة وغلبانة وشريفة مين اللي عمل الدور مكالة؟ لعم هو الأستاذ قسم بقى الدور على شوية ناس بقوا هم شبه يعني الحاجات حكاية الفيلم يعني ما بقاش الدور زي ما أنتش كنتش هتعمليه روح للممستلة لأني أنا سبت المشهد هو بقول يعني يعني أنتش كنتش خلاص لبستي ووقفة قدام الكاميرا وكل حاجة إيه اللي خليك انسحبتي من الفيلم؟ عشان الأستاذ محمد السبكي وأنا إحنا بأي شهر ما أنا هكمل بألي شهر ماضية الفيلم أنا وأستاذ باسم صمرة وكنت اسم خلاصها ذات مع أستاذ باسم وهيفا مضيت أنا ثالث واحدة تقريبا وفرحت قوي فقعتنا نذاكر جيت بعد كده وأنا بغير في اللوكيشن بلبس وكنا متفين خلاص على لبس ومعها بركة جايبة الهدوء يعني خلاص كل حاجة بقى أنا شح يعني بدك لأصور ولبست واجهزت وكنسات الحظر تقريبا مش عارف أيام الحظر مش عارف مرسي ولا مش عارف مين فدخل السبكي الألفاظ المنتج محمد السود آه آه محمد أوكي الألفاظ مش كويسة وأنا بلبس وبيعملوا لي الشعر إيه ده دي لبسة بقفول لأ دي تقلع هدومها وهي الشخصية على فكرة آه لأ معلش ده حصل على فكرة وكل الكرو موجودين وأستاذ سمح موجود آه قال عليك أنت كده قال لك كده كالممثلة يعني مش كأنا رباب يعني لأ هي لبسة كده ليه هي تقلع هدومها يعني مش تقلع هدومها يعني تفتح كل هدومها يعني أنا عايز إيه مفتوح 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 آه آه ده حصل آه ده حصل بالفعل معها باركة الستيليستي كتتوقع طو وكل الكرو وأنا بجهز عشان خلاص طلع يعني طب هو هو مش المفروض أن المخرج هو اللي بيوجه مش المونتج آه والله أنا أكملك بقى الحتة دي عشان بس يعني آه لا هو طبعا ما كانش أستاذ موجود أصلا كان لسه مجاش آه أنتي بتقوليني أنه هم قالوا ثري ثو ألا يعني يعني معنا ثلاثة فوق مشيت أنا والأستاذ بيقول ما مشيتش لما ستبكي أكيد قال دي لابسة لي دي تقلع وأكيد أنا مش هستنى مش هقول المنتج فهمشي على طول أكيد هستنى المخرج لو طالبني لو مرشحني طولت الباسم وقالت له يا باسم أنا ما حبش كده والألفاظ دي أنا مش هستنعها فوداني فلو سمحت يا باسم أنا همشي فباسم قال لي رباب لو سمحت يا عودي لما يجي سامح استنيت أستاذ سامح ثلاث حضر المشهد أستاذ سامح وقالت وقالت لسه لسه أنا مقولش حاجة ده هو أنا دهلي آه بس نسو حكيتلوش اللي حصل لسه ساعتها من هو خلاص تعارف كل حاجة هو عارف كل حاجة آه بس مش عارفة هل عارف اللي حصل والألفاظ وكده ولا إيه فأستاذ سامح كان قاعد فخلاص إحنا محضرين والمشهد وأستاذ باسم سامرة وكلنا معلش بسيء هو إحنا هنعمل بس هنا كده في السطوح على فكرة يا سامح دي ما كانتش نفع تقلع أصلا يعني مبدئيا يعني سامح دي من الشخصيط هتقلع هدومها أصلا يعني لو كانت تقلع تمام آه بس نعمل هنا بس حتة دي وفي الحارة هنإيه نزبط الهدوم شوية أنا طبعا أستاذ سامح هو بيتكلم أنا خلاص للأسف نزلت عندي سطارة سودة طب أنا هسألك سؤال برضو مش يمكن هم كان وقتها اللبس طبيعته إيه مش أنت بتقولي إن دي كانت البنت المحترمة اللي في الحارة بزبط كويس قوي يعني مفروض اللي محترمة في الحارة دي بتبقى لبسة حيجة مقفولة بزبط كنت أنا بقى لبسة جلبية بيضة بتاعة أصلاة تحياة كاريوكا ميسيو ومعرفة بقى شعره وعملها كده جو بلد دي يعني كان شاكي يعني وكنت عاملاش عارق سود ولبسة ومفتحة الحبت يعني كده عادي وبعدين بصي حضرتك في أجسام يعني هي بطبيعتها قلعت لبسة هي بربنا بديها الكاركتر للجاذبية مالوش علاقة وبعدين البنت فعلا سمح دي ما كانتش ينفع تقلع هدومها تمام فادييه والساة سمح اللي معلش شرباب طب لأ ثانية واحدة بس لشان تقولي الشخصية دي ما كانتش ينفع خالص تقلع هدومها اه يعني التلبس مفتوح ايوة انت بتقولي ان هي كتلبسها جلبية طب ما هو طلامة المخرج والمنتج شايفين حاجة يمكن قصدهم انك تلبسي مش شرط انه يبقى حاجة مفتوحة ولكن لبس مختلف مش يمكن كتدي وجهة نظرهم لأ وجهة نظرهم منين والدراما بتقول ايه مش عارفة لأ طبعا لأ قصد شكل تاني مش قصدي انه يبقى مفتوح ما احنا متفقين بقالنا شهر على له حاجات طب ليه متفقين والله ما ما اعترض في التوئيد ده انا معرف انا معرفش احنا بقالنا شهر متفقين على فكرة ما بدي يعني شهر كامل مش معنى يعني وحنا بصور فاجيه استان سامح قال لي رابابل عم علش لو سمحتي انتي هتتعملي دلوقتي الحاجات وبيقولتول لا استان سامح معيش انا ما بشتغلش مش هقدر قال لي خلاص هتوحشيني مين اللي قال لي كاتوحشيني استان سامح عبدالعزيز لا وبعد كده اشتغلنا مع بعض كتير اه يعني بعد كده اشتغلنا كتير جدا يعني ده معنى اي عايزة تفاهميني انه اي عمل بيبقى في المنتج محمد السبكي ممكن يكون بيسيطر دايما على اي حاجة او بيتدخل في الممثلين او بيتدخل في لوكيشن ينتج دلوقتي لا يعني هو بقاله فترة متوقف ولكن هي الفترة اللي كان فيها هل هو كان نعم هل هو كان بيتدخل في كل التفاصيل الخاصة بالممثل حتى مع وجود المخرج اللي حصل معي انا شوف كده لدرجة لما قصة سامح جابني في الليلة كبيرة وجابني في عسمة بوشانب برضو ضيفة شرف ودلوقتي في الفيلم بتاع كتفي قانوني انا بقيت قلت له في الليلة كبيرة كانت البداية قلت له انت مش خايف ان انا امشي قال لي لا انتي كان عندك حق قال لي لأ كان عندك حق قال لي كان عندك حق مخرج سامح حفظ العزيز قال لي كده اي يعني هو نفسه ما كانش موافق برضو لا ده جنيه ده أمر لا استوى سامح ده أمر بس هو الموقف خلاص هو نصيب ما كانش ساعتها ليه نصيب بس انتي ما ندمتيش بقى يعني الفيلم كان محقق نجاح كبير لا هو ما كانش محقق وحلاوة تروح لا انا كنت نازلة اصلا من على سلم وانا دايما بعيط بصوت عالي انا نزلت دموعب وانا يعني مأهورة انا عايط يعني انا نهارت الموضوع ده يعني خلاني نفعل النهار واجعك ان حد يقولك كلمة زي دي وبعد كده يتقلك هتوحشينا اوي برضو انت كنت حتى امل على الفيلم وشايف انه فرصة جبيرة ونجوم كبار طبعا فانا عيط عيط يعني وباسم صراحة كان قاعد يهدي فيها وكل الكرو بس انا نهرت وانا نزلت ما قدرتش تاني يوم او ولا تاني بعد ما خلصوا يعني فاستاذ اشرف مسلحي يا ربنا يشفي ويا عفي يا حبيبي تكلمني هو في السنمة قال لي يا فكرة رباب الفيلم توقف بالظبط انت تعرضت لحاجات كتيرة لا كتير جدا اه يعني انت حياتك فيها حاجات كتيرة اوي عايزة حلائات عايزة حلائات بزا اعتقد انت مش حلقة واحدة انت عايزة حلقات كثيرة